فادي شاب صالح بعد ثلاثة أعوام من زواجه رزقه الله بتوأم ولد وبنت فحمد الله كثيرا وبعد سنوات لاحظ على ابنه عدم الرضا في كثير من الأمور والشكوى الدائمة عكس أخته التي كانت دائما تحمد الله وتحاول إسعاد والديها وكثيرا ما طلب الوالدان من ابنهما أن ينظر إلى أخته وكيف تتقبل بالرضا قضاء الله في كل الأمور ولكنه ظل على ما هو عليه وعند نجاح الابنين في الثانوية العامة قرر الأب مكافأتهما برحلة إلى أحد الشواطئ وأثناء ذهابهما انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بعامود إنارة وأصيب الابن بكسر في ساقه كما أصيبت الابنة بكسر في ذراعها وكانت المفاجأة عندما سمع الأب ابنته تحمد الله كثيرا وتذكر لأخيها الذي أخذ يصرخ ويبكي حديثا النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له في هذه اللحظة انتقلت الأسرة إلى المستشفى وتم التجبير ذراع الابنة وساق الابن فما كان من الابنة إلا أنها حمدت الله بينما أخذ الابن يبكي قائلا ما أصابني لم يصب أحدا لقد ضاع حلمي في أن أكون لاعب كرة قدم وظل الابن حزينا ويتهم والده بأنه السبب في إصابته التي جعلته يجلس في البيت فأخذه الأب معه لمشاهدة أحد الأفلام التسجيلية يعرض لأول مرة وفي السينما احتشد الناس وجلسوا في أماكنهم وبدأ عرض الفيلم وظهرت شاشة تبين سقف غرفة ومضت ست دقائق والشاشة تعرض نفس المشهد دون أي تغيير فغضب الابن وتذمر وشعر بالملل وصاح بأنه ضيع وقته الثمين في مشاهدة هذا الفيلم السيء وطلب من أبيه الخروج وفجأة تحركت العدسة نحو الأسفل وظهر على الشاشة طفل معاق كليا بشلل رباعي ومودد على سريره ولا يستطيع تحريك رقبته نهائية وكتبت هذه الجملة في نهاية الفيلم لقد عرضنا لكم ثماني دقائق فقط من المنظر الذي يشاهده هذا الطفل المعاق كل لحظة وأنتم تذمرتم ولم تتحملوا مشاهدته لذا فمن الأفضل أن تعرفوا قيمة ما أنتم فيه وتحمدوا الله وقبل خروج الابن بكى وقبل وارده واعتذر له وعرف أنه أفضل بكثير من غيره وبدأ يتعاطف مع من هم أقل منه ولا ينظر بحسد لمن هم أعلى منه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شاب مسلم ذهب لدراسة الطيران بإحدى الدول الشيوعية وبعد تعلمه قيادة الطائرات رجع إلى بلاده واستقبله والده العالم الفاضل وأهل قريته أحسن استقبال وعندما جاء موعد الصلاة رفض الشاب الذهاب للمسجد وقال لأبيه لن أصلي إلا إذا أجبتني على ثلاثة أسئلة الأول هل الله موجود فعلا؟ وإذا كان كذلك أرني شكله الثاني ما هو القضاء والقدر الثالث إذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذا يلقى فيها وهي لن تؤثر فيه وما إن انتهى الشاب من كلامه حتى قام الأب بصفعه صفعة قوية على وجهه جعلته يترنح من الألم عند ذلك غضب الشاب وقال لأبيه لما صفعتني؟ هل لأنك عجزت عن الإجابة؟ قال الأب بهدوء كلا، وإنما صفعة لك هي الإجابة على الثلاثة أسئلة فأخبرني الآن بما شعرت به بعد الصفعة قال الشاب شعرت بألم قوي وما زلت أعاني منه قال الأب أرني شكل الألم وعندما قال الشاب بأنه لا يستطيع أن يرى شكل الألم مع أنه يشعر به قال له والده فهذا جوابي على سؤالك الأول كلنا يشعر بوجود الله بآثاره وعلاماته ولكن لا نستطيع رؤيته في هذه الدنيا ثم أكمل الأب هل حلمت بالأمس أن أحدا سوف يصفعك على وجهك؟ أو كان عندك علم مسبق به؟ وعندما أجاب الشاب بالنفي قال والده فالقضاء والقدر هو أن لا تعلم بالشيء قبل وقوعه ثم سأل الأب ابنه يدي التي صفعتك بها خلقت من طين ووجهك أيضا خلق من طين ومع ذلك شعرت بألم شديد وكما أن الله خلق الشيطان من نار إلا أنه جعل النار مكانا أليما له وإذا أردت أن تتعرف على قدرة الله عز وجل وإعجازه أريدك أن تتذكر كابينة قيادة الطائرة التي تجلس بها تذكر العدادات والشاشات والأجهزة التي توجد بالآلاف لتطير الطائرة هل تعلم أن العصفورة والنسر والحمامة لديهم جزء بسيط في المخ بحجم بذرة البطيخ ويتم فيها عمل كول لهذه الحسابات المعقدة من سرعة وارتفاع وحمولة ووزن واتجاهات وبوصلة وتوقيتات وردارات للبحث عن الغذاء والهرب من الأعداء وكذلك عدادات هبوط وإقلاع وعدادات طيران مرتفع ومنخفض وكل هذا من غير برج مراقبة ولا راديو ولا قمر صناعي ألم تحفظ قبل سفرك قول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير اقتنع الشاب وتاب إلى الله واعتذر لوالده باكيا ثم ذهب للصلاة بعدما أزيلت الشبهات من عقله تماما ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم رمزي شاب يعمل مهندسا في دولة أوروبية ويعيش هناك حياة الغرب ناسيا أنه مسلم وعليه فروض وواجبات في إحدى الإجازات عاد إلى بلاده وعند صلاة الجمعة ذهب إلى المسجد وسمع الشيخ يقول في خطبته الله لطيف بعباده وهو الرحمن الرحيم وكل ما يلقاه الإنسان من صعوبات وأهوال بالدنيا إنما هو من فعل يده فقد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وبعد صلاة الجمعة اقترب رمزي من الشيخ وقال له أنا مهندس سيارات وأعمل بأوروبا أصاب بالصرع في أي وقت وبأي مكان وأكاد أسحق منه يوميا فلماذا يفعل الله به هكذا رد الشيخ عليه بقراءة الآية الكريمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أنصت رمزي للشيخ إنصاطا يفوق حد الخيال ثم سأله عن معنى الآية فقال له الآية تعني استحالة رضى الله سبحانه وتعالى بالإيذاء والوجع لعباده وهم على صراطه المستقيم ولكن من حين لآخر يبتلين بأشياء تقربنا إليه وأن الإنسان لو أمعن التفكير لوجد أنه حتى نزول المصائب عليه بها رحمة له من الله ولطف كبير فهو يبتليه كي يعود إليه طائعا راضيا طلب رمزي من الشيخ كل ما ينبغي عليه فعله ثم أخرج ورقة وقلما وكتب كل ما يقوله الشيخ رغبة في شفائه وإزالة كل ما به من ألم وهم وفي الجمعة التالية ذهب رمزي إلى الشيخ وطمأنه بعدم إصابته بالصرع بعد أن استقام على العبادة ففرح الشيخ فرحا شديدا بما سمعه ومر الأسبوع الثاني والثالث ويأتي إليه رمزي ليطمئنه ولكنه في الأسبوع الرابع لم يأتي رمزي لصلاة الجمعة فشعر الشيخ بقلق شديد عليه وبعد أسبوع جاء رمزي للشيخ وأخبره أنه خلال الأسبوع الماضي قصر في حق الله فأصابته نوبة صرع قبل صلاة الجمعة وبعد أن أفاق منها حمد الله واستغفره وتاب إليه وعهده بالطاعة وحسن العبادة ثم قرأ على الشيخ قول الله تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ثم قال للشيخ لقد علمت أنه ينبغي على كل إنسان التحلي بالإيمان والرضا بكل ما يواجهه من صعوبات بالحياة لأن كل ابتلاءات الحياة تعد لا شيء بالنسبة لما سنواجهه بالآخرة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير